استقبل وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو المشرفة العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور إيمان قرايم لمناقشة الخطط التنفيذية للتعاون بين الجهتين بحث اللقاء سبلاء الإتاحة لزوي القدرة الخاصة بالمواقع والمشاعة الثقافية التابعة للوزراء في القهرة والمحافظات كما تترقت الجلسة إلى سبل دمج زوي الهمم في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها الوزارة في مختلف القطاعات التابعة لها وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حملة للتوعية والتعريف بقضايا واحتياجة زوي الهمم وزيادة عدد الفعاليات الهادفة لاكتشاف الموهوبين منهم ودمجهم في مختلف أنشطة الوزارة